هذا واجتمع معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي سيد عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على هامش القمة الإسلامية الاستثنائية وخلال الاجتماع تم بحث العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين كما تم التشاور والتنسيق حول الموضوعات المطروحة على اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد في التاسع من شهر مارس الجاري واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي سيعقد في العاشر من مارس الجاري كما تم التشاور خلال الاجتماع حول الآليات والإجراءات المترتبة على اعتبار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حزب الله كمنظمة إرهابية كما تطرق الاجتماع إلى تدخلات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وسبل وضع حد لهذه التدخلات إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما اجتبع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مع معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث تم بحث العلاقات الثنائية القوية والوطيدة بين البلدين الشقيقين إضافة إلى الموضوعات المعروضة على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المزمع كما جرى خلال الاجتماع استعرض آخر التطورات والمستجدات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك